السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الثلاثاء 16 نيسان إبريل القمر اليوم موجود ما زال موجود ببرج السرطان ورح ينتقل في ساعات الصباح الساعة 224 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح اليوم الثلاثاء رح ينتقل لبرج الأسد ورح يظل في برج الأسد لغاية الساعة 12 دقائق عصرا من عصر يوم الخميس القمر الآن موجود في منزلة الجبهة وهي منزل إلى الصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 7 و13 دقيقة مساء من مساء اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبرة وهي منزل إلى الربح والحرية والصلاح والإصلاح طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية لأن القمر لسه في فترة خلوه مسار ومرحلة انتقال صحيح موعد بث الحلقة القمر ما زال موجود بالسرطان ولكن خلوه المسار زي ما حكينا بيبدأ الساعة 11 و21 دقيقة من مساء وهو يوم الاثنين وبيستمر لغاية الساعة 24 دقيقة صباحا من صباح اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لبرج السرطان هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عاقد أو خطوبة أو زواج أو شراشي ثمين بل إكمال العمل اللي بدانا فيه قبل خلوه المسار الساعة 22 و24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش القمر بنتقل وبيستقر في برج الأسد عشان هيك بصير الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطفة مع الأحبيب برضو يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء الاستفسارات والنصائح بشكل صحيح بإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبانا وأبنائنا ويمكننا أن نقترض المال منستثمر ومنشتري المجوهرات الثمينة ومنكون جريئين ومنرتدي الملابس الأنيقة وبنهتم بمظهرنا الخارجي اللي بيلفت انتباه الآخرين لإلنا بالنسبة للزاوية التي تل الانتقال وهي زاوية وحيدة هي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون الساعة ستة واثنين وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة ممكن تتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة ولكن بتكون طبعا سلبية وبتقوي من شهوانيتنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح عندنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب وغشاء الصفاق وأيضا الجهاز اللينفاوي وعظم الصدر أما من ساعات الفجر تقريبا وما بعد بصير عندنا القلب الشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظاهر والجانبان هاي الأعضاء الأكثر حساسية طبعا اللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم أن نعمل عمليات جراحية كبرى لهاي الأعضاء ولكن فحصات تنظير إجراء معالجة مراجعة طبيب ما في أي مشاكل باقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية طبعا دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج الأسد خلو المسار القادم رح يكون الساعة 12 ودقيقة ظهر يوم الخميس بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 2.10 دقائق عصرا لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج العذرة بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدف عمره 8 أيام في تمام الساعة 29 و22 دقيقة صباحا بصير 9 أيام نسبة الإضاءة 61% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19 أربعة سعيد الآن بنسبة 30% ساعات الظهر سعيد بنسبة 60% القمر في السرطان في ساعات الصباح رح ينتقل للأسد ورح يضل في الأسد ليوم 18 أربعة سعيد الآن بنسبة 45% ساعات الظهر سعيد بنسبة 70% ساعات العصر برجع بساعاته لـ 45% عطارد في الحمل بيتراجع حتى يوم 25 أربعة سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحمل حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% المريخ في الحوت حتى يوم 34 منتحس بنسبة 40% المشتري في الثور حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 سعيد بنسبة 15% وأورا نصف الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم لغاية ساعات الصباح بتنهمكوا بأمور اللي هاصلة بالبيت والعائلة بظل الأمور البيتية والعائلية هي اللي مركزة أكثر شيء فما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة لغاية ساعات الصباح ووسعكوا اللي اهتمام ببعض المسائل ولكن العصبية مش محبة به أما من ساعات الصباح وما بعد بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات خلال هذا اليوم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا النشاط بالسفر والاتصالات بظل موجود ولكن بدكوا تكونوا أكثر صبرا على الطرقات من الآن وحتى ساعات الصباح واللي عنده امتحان بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض طبعا حاولوا تنتبهوا لكلامكم لأنه ممكن شوي تنفهم بشكل خاطئ أما من ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي يلفت انتباهك أو أنك تهتم في زيادة عن اللزوم ممكن أعطال أو حتى صحة أحد الأحبة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بظل في فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي من الآن وحتى ساعات الصباح ومنكم أشخاص ممكن يحصل على هدية أو جائزة أو يرتب وضع مالي ولكن بتنتبهوا من المغامرات المالية حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح وما بعد يعني خلال هذا اليوم بتنشطوا في مسائل السفر والاتصالات والحوارات والنقاشات والأجواء بتصير داعمة بشكل قوي جدا ولكن بدك تكون أكثر وعيا على الطرقات برضو جيدة لتعزيز العلاقات وللتجارة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا في نشاط وحيوية ولكن ممكن تتحسس من بعض التصرفات من الآن وحتى ساعات الصباح ولكن الأجواء بيظل فيها بعض الإيجابية طاقتك عالية في نوع من أنواع الحضوض ولكن ما تتخذ قرارات حاسمة أما من ساعات الصباح وما بعد بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم وبصير في فرصة لتحقيق بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي مستردات هباد دعم وحاولوا أنكوا تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر نازل موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الصباح فمعني بتكونوا تحاولوا أنوا تنتبهوا إنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل يخلطوا للراحة يحاول أنك ما تتخذ أي قرار حاسم خلال هاي الفترة تحامل على نفسك من ساعات الصباح القمر بوصل لعندك فبتمتلوا بعدها بنشاط وحيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات تتناسب وضعك الحالي وبتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة تنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء من الآن وحتى ساعات الصباح ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن بتكون تتجنبوا انتقاد أي شخص لأنه هاي الفترة الحساسية بتكون عالية جدا والقمر بيقترب من بيت المتاعب عندك وممكن تكون حاد شوي بطباعك من ساعات الصباح بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر إلا صحتكم لأن القمر بوصل لبيت متاعبكم حاولوا منه بالفترة القادمة لا توقع على عقد ولا تحسموا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتتركز جهدكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين من الآن وحتى ساعات الصباح وبوسعكم إثبات جدارتكم وتدفع بمصالحكم ولكن بتكونوا تحافظوا على سمعتكم ما في داعي للمجازفات أو المغامرات أو مخالفة القوانين من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة وبرضو ممكن تحصلوا اليوم على دعم من بعض الأصدقاء برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيظل فيه نشاط بالاتصالات والسفريات والحوارات والنقاشات والتعامل مع الأجانب أو البحث في مسائل فلسفية أو دينية أو مواضيع غامضة الأجواب تظل جيدة حتى على الحوار العاطفي ولكن فيه لحظات ممكن تتعصب أو تفقد السيطرة على أعصابك أما من ساعات الصباح فبتكونوا تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وعلاقاتكم برؤساءكم بالعمل أو المسؤولين عنكم بالعمل ويعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكنكم تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس من الآن وحتى ساعة الصباح بظل التركيز على الأموال المشتركة ورغم النفقات إلا أنه بظل في فرصة لا مكسب مصدر شراكة أو تعويض أو تصحيح الأخطاء أو استعادة ثقة الآخرين أهمش أنك ما تسمح للخلافات بأنها تتفاقم وبرضو احذر علم الأموال أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن الفترة هاي إيجابية دعم لإلك فيها كثير من الأشياء فترة منعشة للعلاقات والتحالفات وأيضا العلاقات مع الأجانب تحديدا وعلى المستوى الدراسي أيضا ممتاز جدا برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكي من الآن وحتى ساعات الصباح وعلاقاتكم بشركاء المال أو العاطفي يعني ما بين الأزواج أيضا حاولونك وتبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاكم إلا بالظل فترة متوترة فحاذر من العصبية وأنك تتورط في أزم ما أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة أنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بيتراكم العمل لديكم من الآن وحتى ساعة الصباح والقمر الآن بيتجه للمقابلة فحاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل أعمالكم دون إهمال صحتكم وحاولوا إنكم ما تدخلوا في أي مواجهة لا مع زميل ولا مع شريك لا بالعمل ولا بالزواج لا مع أي شخص حتى لأن الأجوى فيها نوع من أنواع العصبية وفيها نوع من أنواع الحدية أما من ساعات الصباح فهنا القمر بصير مقابلك تماما ترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن كونوا أكثر تفهما لوجهة نظرهم وحاذروا من الخلافات وما الضخم الأمور برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم من الآن وحتى ساعات الصباح ولكن حاولوا إنكم تتفهموا وجهة نظرهم وما تبالغوا في طلباتكم منهم وما يعني تفرضوا السلطة والسيطرة عليهم عشان ما يصير في بعض الخلافات أما من ساعات الصباح وما بعد انتبهوا لصحتكم أكثر لأنه بيبدأ العمل بتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير منه والصحة بتصير متقلبة فيها حساسية زيادة عن اللزوم فاللي بشعر بأعراض غير اعتدادية راجع الطبيب وانتبهوا من أي خلاف مع زملائكم بالعمل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء